أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نورت لي دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمي وفي مساكن حبي مرحبا بكم مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جنحنا أولادنا تحت جنحنا لأن تربية النشأ مسؤولية الجميع ونحن اليوم من خلال هذه الحصة نستعين بأخصائيين في شتى المجالات باش نجاوبوا على بعض التساؤلات انتعكم أنتما يا أولياء لأنه على بناب اللي أجمل هدية أعطاها لنا ربه هي الأولاد ولازمهم يتربوا لأن تربية النشأ وخاصة الدراسة ونجاحهم في الدراسة هي أجمل هدية ممكن أنهم يقدموها نحن كأولياء إذن موضوع اليوم موضوع اليوم مهم جدا هو موضوع الاستهزاء والسخرية والتخويف في المدرسة لذلك الانتميداسيون موضوع مهم جدا راح نستضيفوا أخصائيين باش يتقسموا معنا ويشاطروا معنا كذلك الأراء ويعطيونا كذلك التجربة انتحهم إذن نستضيفوا مع بعض الأخصائية في علم النفس التربوي السيدة محرز خان عبلة تفضلي تفضلي أستاذة تفضلي تفضلي أستاذة محظو بك شرفتنا كذلك السيد لابري نوردين المختص في علم التربية تفضل شكرا 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 حبوك على بالك رالي قلت لي كيف أعلمه وهو لا يحبني لا يحبني يعني أهل ولادنا الله يباري خذل خذل أستاذ ومعنا اليوم ولي أب أب مرزوق أمين راح يقسمنا التجربة انتعون مرحبا بك مرحبا بك أمين مرحبا بك صرفنا 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 تفضل وكذلك في كل حسة نستاذفو الطفل ولا طفلة يديرنا الواجبة نتعوه في هذا المكتب الجميل اللي وجدناه له اليوم نستاذفو نورهان أرواحي نورهان بنتي تعالي تعالي أرواحي أشراكي أشراكي بنتي لا بأ لا بأت حبي تقرأي نورهان واش تقولي الأطفال اللي ما يشوف فينا أحبي لهم يقرأوا مليح أقول هم يضعوا الواجبة المازلية لهم سأكيدوا الواجبة المازلية لهم أقول لهم اقول لهم أقول لهم دير الواجبة دير الواجبة يا للواجبة أ outsiders الانت في هذا المكتب دير الواجبة تُديالك وانتم أي أطفال كما قد لكم نورهان arse لازم تروح وتقرأوا باش تنجحوا يلا مرحبا 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 بكم مرحبا بكم شرفتونا اليوم شرفتونا في هذا الموضوع المهم أنا شخصيا إلي تذكري الأستاذة محرز كنا تكلمنا على هذا الموضوع شغول شخصيا أنا ما عاشتوش ولكن تعيشتو شرفت الأطفال كيف عاشوا هذا الموضوع وهو الاستهزاء والسخرية والتخويف نستهلوها بآية من صورة الحجرات كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم صدق الله العظيم أستاذة ما دا بينا تكلموا على هذا الموضوع تاع السخرية هدا نظر هو من مواضع الشائكة الشائكة في الوسط المدرسي كيفاش كيفاش حنا ما دا بينا اليوم شخصه شخصه شكون هو الطفل هدا ليلي يعني عنده مشكل مع الاستهزاء وكامل والتخويف وكامل وكيفاش الوالدين حنا ما دا بينا نعاونه الطفل ونعاونه الوالدين كيفاش يقدروا يعرفوا إذا كان وليدهم رووا عنده هاد المشكلة ولا لا لا ومن بعد السيلابري كذلك مرحبا بيك تكلمنا على يدك كان واجهتك حالات من خلال 39 سنة في سلك التعليم هل هاد الحالات واجهتك وكيفاش قدرت تتعامل معها وكامل كذلك الوالد اللي رو معنا اليوم سي أمين ما دا بينا تكلمنا على الوضع هذا كيفاش تشوفو كيفاش تشوفو إذا نبدأ بيك أستاذ محرز ما دا بينا تشخصينا هاد الوضع هذا وش هو كيفاش الناس يعرفوا بلي ولا دهمي سان فيكتم دانتيمي دا سخرية ومس دا يزا السلام عليكم ورحمة الله في البداية ورحم بالحضور الجميل دائما واللي خاضلنا شكرا جزيلا نرحب بأنفسنا وبل الولي الأمر الفاضل بالأستاذ نردين محور الحصة وصديق الأطفال اللي حبوه بزاف اللي عنده شعبية غيرة أو الان نقاش شعبية نرحب بأنفسنا في أحضان هذا الشباب وأولادنا وأطفالنا اللي هما مزينين القعدة إذن اليوم رح نتكلمه على انطراب صعيب وعلاش قلت أنت عليه صعيب وعلاش يبدو أنه حقيقة صعيب لأنه يمس الطفل في بناء شخصيته مش نفس الشيء كل إنسان يتعرض إلى تخويف أو سخرية أو تهديدات يعني تقدر تروح إلى حد التهديدات مثلا أو إلى حد التحرشات من كل الأنواع تحرش مثلا تمدي سلوكي كل الأنواع حتى بالعنف العنف اللفظي العنف الجسدي ليقدر يتعرض له طفل خارج المنزل أو أحيانا حتى داخل المنزل يقدر يكونوا أفراد من العائلة الكبيرة أفراد يعني من الجيران أو غيرهم وعلاش مشي نفس الخطورة كي يتعرض الإنسان لهذا الشيء هو كبير وعلاش مشي نفس الخطورة يعني كي يكون هو صغير لأنه في بناء شخصية لأنه كما قلت كما قال يزيد ويزيد أنا نغشش يعني القول لهم هاد المعلومة بأنه هو أخي صعي نفساني في الآصل الله يخليك الله يخليك يعني زميل طول أمرك وبالتالي يعني نتكلمه نفس اللغة والله أنا عليها نحب نتكلم معاك لأنه نحس باللي رانا كين نور يخرج من هاد الالا ديسكوشن لأنه بلك الأولياء محتاجين كلمة محتاجين توجيه بسيط يعني بالمرات نصيحة بسيطة يعني مش شرط أنها تكون في ساعات ولا ممكن هذه النصيحة البسيطة هذه لأنه لازم يفهم الولي الأمر بل الطفل راه في مرحلة بناء الشخصية هذه ورقة بيضاء كما يقولون بناء الشخصية هذا يستمر لعلم يعني المشاهدين الأفاضل أنه يبدأ من منذ من الولادة حتى إلى انتهاء مرحلة المرهقة اللي نقول له إحنا يسن الرشد 21 إلى 22 سنة يعني سن المرهقة المرحلة هذه اللي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بنضج الشخصية واكتمال صورة الشخصية إذن إحنا وش مدى بينا كأخصائيين نفسانيين ولا كأولياء أمور ولا كبيداغوجيين وتربويين مدى بينا الطفل في خلال تكوين الشخصية تعولي راح يدوم سنوات يدوم 20 سنة 21 سنة 22 سنة هذه الفترة الطويلة ما يتعرضش فيها إلى صدمات قاسية اللي تهز من هذا الكيان أو تهز من هذا البناء اللي يكون ضعيف في بدايته وكأنها كما النبتة كي تبدأ تنبتش كيف تكون ضعيفة وصغيرة لكن تاخد صلابة وتاخد قوة مع مرور الوقت ولكن كذلك لو كان هذه النبتة هذه لقات في ما صارها إعوجاج فإنها تنمو وتكبر وهي معوجة أستاذ أنا نستوقفك هنا نقول لهم ما بالك الإنسان كبير مكتمل الشخصية يعني يقوي وكامل جهة صدمة بسيطة ممكن أنه يصاب بالسكري بالضغط بالقلب يعني ما بالك طفل صغير طفل صغير يعني بضع سنوات في عمره لازم نحفظه عليه هذا هو النقطة الحساسة اللي لازم الناس تفهمها لأن الطفل يعني الطفل هو أي حاجة أي حاجة تحطر عليه كأن حساس كأن رقيق ومرهف إذن كيف شو أستاذي نقدروا نعرفه التشخيص كيف نعرفه بلا ولدنا ولا بنتنا ولا راهوا فيكتيم تانتيميداسون إذن أول شيء اللي نقدروا نرقبه هو الطفل يتكلم عبر سلوكاته كما تكلمنا مرة عندما كنا نتحضره في هذه الحصة قلنا أنه يزيد أنه الطفل يظهر عليه بعض الأعراض بعض التغيرات في السلوك حتى بالنسبة لي أنا كأخصائية نفسانية كنا نبدأ نشوف أي حالة يعني عند دراسة أي حالة تعني إنسان أول شيء نبدأ ونركز عليه في دراسة الحالة قبل ما نعمله الفرضية الشخصية أو التشخيص اللي نسموها عادة نحنا اللي جياغنوستيك يعني وش بيه هذا الإنسان نبدأ ونشوفه بالنسبة لهذه السلوكات وش تغير فيها وش مال في يكون هذا الإنسان وش ولا وش نهي الحاجات مثلا حاجة لترفت الانتباه حاجة هي الطفل مثلا على حساب العمر تاعه نقدر نشوفه الطفل تعال حادانة مثلا يظهروا عليه بعض التصرفات لمكانه وش من قبل مثلا حتى إذا اكتسب نظافة اكتسب نظافة يعني أصبح التبول والتبرز بطريقة لائقة في المكان اللائق نتكلمه على طفل صغير تلت سنين عامين يعني اللي احنا ندربه فيه ونلفوله يعني النظافة طفل هذا بعد ما اكتسب نظافة وخلاص وارجع يقوم بكل الاحتياجات البيولوجية تاعه في المكان صحيح وبطريقة صحيحة فإذا به عندما احتكى بمحيط معين ولا بدأ يخرج في فترة معينة عاود صراله نقوس عاود ارجع إلى الوراء يظهر عليه مثلا أعراض تبول لإرادي يرجع منسحب منعزل يعني يبان عليه أنه قليل المشاركة في الحياة اللي توندونس سوسيال تاعه أو التوجهات أو الميول الاجتماعية تاعه تتقلص ما يرجعش يحب يدر علاقات ما يحبش يشوف أطفال جدد ينطوي ينطوي كذلك طبعا مثلا حتى أنه ينضف الليل الفزع الفزع الليل يشوف كوابيس فهذا مباشرة هذه مباشرة بالنسبة للأم أو الأب أو المربية حتى في الحضانة بطبط مسؤوليتهم كلهم حتى الجدة الطفل تحطه عند جدد ولا تحطه عند خال أي معوض للولدين مليح أنه ينتبه لهذه التغييرات هذه إذن هنا نبدأ يجب أول شي نفكر فيه وهي الصدمات الصدمات النفسية الطفل هذا رو يتعرض لأي شيء ما كانش يتعرض له من قبل رو يتعرض كما قلنا الإهانة تخويف استهزاء سخرية أي جرح نفسي من أي نوع إذن يقدر يكون أي جرح أو صدمة نفسية تتفاوت خطورتها وتتفاوت شدتها حسب شدة المؤثر هذا الخارجي وحسب التكرار كنت رايح نعطيك الكلمة في النقطة هذه تفضل يعني نحن تكلمنا عن الضحية تنمية الضحية العنف وانت على الاستهزاء لكن ما ننساش أنك كنت في المدرسات تصرح بكثرة لكنك تجدني أمام شخصين واحد ضحية وواحد بالضبط واحد عنيف العنيف الفاعل وبالمرات بلك قادر يكذب عليك يقولك ماذا تلوله لا خليك هذا الكذب يعني بتخبيع هذا الكذب لا ولكن عدنا أدلة لأنه في شهر وتلاميذ هو اللي يتسبب هو اللي يضحك على الآخر وهو اللي يستعمل العنف معه والأولية هنا قد أنا أستدعي ولي التلميذ ونقوله راه وليدك راه يستعمل العنف راه يستعمل أو يضحك على الآخرين راه كذا إذن حتى الأولية يصبحوا في حرج لأنها حالة حالة مذبية الأول أستاذة تكلمنا عن الثاني صح بالنسبة لي الطفل الساخر وليس المسخور به ولكن أستاذة أنا نظن باللي الخطورة في الاستمرارية والإعادة يعني إذا كنسخر منه مرة ما تقولش عنده نفس بسكو لانتميداسيون في تكرار كي تعود الحالة هي اللي تأدي يقولي الطفل يقولي هذيك المدرسات بلوكحلة يعني هذيك الطريقة الطريقة على المدرسة بلوكحلة ما يقدرش يروح له وهذا الشيء أثر على تحصلوا الدراسة ما صاروا الدراسة كله وهذا الشيء نحن نتخوفوا منه بالنسبة للأطفال لماذا يسخر الأطفال من بعضهم لماذا يقدمون على هذا السلوك الخطأ إذن عادة ما يقدم الأطفال على هذا السلوك لجلب الانتباه للتميز باش يقول باللي شوفوني خالف تعرف يقدر الطفل مثلا اللي هو تحصله ضعيف في القسم بالضبط راهوا شوية غير شوية يقول لك هذك اللي راهوا قاريته يعجبته روحه الناس قاعدة الأضواء كلها موصل طريق يمال أنا دوك تشوفوا وش ندير فيه دايما نسخر منه دايما نحطه إذن هو بطريقته والساخر عمره بيكون عنده نتائج هذه بتجربة يعني عادة بتجربة أو أو عن طريق التقليد كذلك لأنه مثلا كما باندورا وهو من أحد أعمدة علم النفس الاجتماعي أو اللي خدم نظرية التعلم الاجتماعي وهو باحث وأخصائي في علم النفس وعلم النفس التعليمي والطربوي كذلك من كندا هو عمل نظرية كلها نظرية التعلم الاجتماعي قال لك أنه الصفات أو السلوكات تحت الطفل راهي 80% أو 90% هي تقليد اجتماعي يرى ويشوف يقدر مثلا هذا هو الأسلوب المتابع في المنزل عندهم هما أو أنه هذا السخرية أو هذا الضحك ليس من بابي يعني ما عندهش قيمة كبيرة قيمة سلبية كبيرة عندهم هو أسلوب أو أسلوب 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 كلام أسلوب حديث ما بيناتهم ما الفين يقجموا كما نقول وحنا بالدرجة ما عليش لكن نقول لهذا الطفل اللي راهو يحوس على الانتباه على التميز على أنه لأنه ما يهموش هو بأي وسيلة رح يجلب إلي هذا الانتباه يهمو النتيجة هو أن المهم نكون أنا هو محور القسم أنا هو محور كما يتكلمو عليه يتكلمو عليه ولكن أستاذ أنا نضم باللي كين مشكل كبير لأنه هي على حسب المستوى المستوى على الاستهزاء هذا لأنه ممكن يكون أخطر يعني كل ما تقدم لأنه مثلا طفل يسخروا منه ولا يتضربوه ولا يقوله لو كان تقول الموالك ما تفهم وش معك هو يخاف هذا التخويف هذا التهديد هذا وسيد ما دا بي تكلم لي عليه لأنه أنا نظن هذا هو الأخطر لما الطفل يخبي على المواله وقدر الاستفزاز هذا والاستهزاء والسخرية يستمر يستمر للسنوات والأشهر يعني مقبلة الأستاذات فضلت عطتنا التشخيص اللي ندوا ونقول الأولياء لازم يردوا بالهم على التغييرات السلوكية تعولادهم مهمة جدا ولكن ما دا بي تكلم لي على هذا وش هو دور المربيين ونحن نشوف كاين دراري ضحية استفزاز واستهزاء وكامل لشهور لشهور يعني ما دا بي نتكلم عن الموضوع في المدرسة والأستاذ في القسام العليا وعلى الأولياء أن يكتشفوا بأن الطفل ضحية تهديدات أو سخرية لأن الكثير من الأطفل يخفون هذا هذا هو المشكل نعم يخفون ولكن رأيض أعرض أعطتنا بعض الأعراض وهذا لابد من المتابعة تطيف السلوكات وليه في البيت إذا شفتوا شاهدوا لحظوا بأنها تغيرت فيما ذكرت هنا كانت مشكلة ويكون فيه الحوار ونوضع الولد نبعد عنه الخوف من الخوف من تداعيات إذا اكتشف وبالتالي لما نعرف ما نطانيكيش فوقا يعني ما نلزمش نتقلق ولكن في نفس الوقت ما نلزمش نستخف نقلل من الحدة من الخطورة نعم لأنها إذا حتتمرأ أو مرتين قد تكون عابرة ولكن إذا استمرت وطيف المخبي فهذه صدمة صدمة واللي رايح يعيش بها طفل حتى عند اكتمال شخصيته فيما بعد في حياته لأن الكهل الكهل هذا يحدث كثير في المدرسة وبالنوجد بعض التلاميذ يسخرون من الآخرين ولكن الضحية نتاع السخرية تكلم عن السخرية لأن السخرية والتخويف وأشياء أخرى يعني بالضبط السخرية هي هي الأكثر يعني موجودة موجودة بكفرة بكفرة شعرك ما والشباب ماكش لبس لا ولكن لين نجي عندما التلمي الطفل يكون مثلا السمنة واحد سمن واحد شوية قصير القامة واحد كذا تجد الأولاد يلقوا فرصة هذه يلقوا فرصة باش يسخرون به هنا تدخل للجماعة التربوية يجب أن تكون عارفة تدخل للجماعة التربوية ولكن تدخل مع الضحية ومع الساخر بالضبط هي تيرابي دوبلي سنس الضحية لازم نفهمه نتحدث معه ونقول له كلنا نحن في حياتنا كنا ضحية هذا الأمر ولا واحد يمنع منها حتى هذا الطفل والطفل والبنت وكذلك كان ضحية وهذا شيء عادي ويامور وكذا ما لازم لك تتقلق ما لازم لك تبين ما لازم لك تتمشي يعني ما تلعبش اللعب يعني لفوبا ولكن أستاذ الأبري بالمرات طلبوا من الطفل أنه يكون طلبوا منه فوق تقطعه يعني هو أصلا طفل ست سنوات ست سنوات بالمرات معدول شوف صاري له هذا هو مليومتر وكذلك ما لازم يستعمل معه العنف لأنه سينتقم وعنده ردود فعل بالضبط العنف في المدرسة وحتى في البيت يعني ممكن تكون بولدوناج نعم بالضبط حنا هذا كذلك نتكلم معه نحاول نتحاول معه ونحاول إذا استطعنا أن نخلق الجو مرح جو محبة يعني نبدأ من القسم ونروح إلى المدرسة يعني حتى دخل القسم المعلمين عبدور بش يخلي التلاميذ كلهم يتحبوا كلهم يتحدوا كما تدرت مع عطونا تحية بالسلام شوف يعني والله يشكفوا نشوفهم يحيوا كيف نغير لا الحمد لله هذا هذا دليل يبنى أنا والتنمي جميل نصن جميل نصن جميل نصن 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 نحن 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 اليوم نحن نبارك الله وفيك نسندرهم تحت نحنا شوف ولادنا كل كل أبنائنا يسون فورميد يسون أكثر يبا دفاب يبا دو موفي يبا الله هذه طاقة هذه طاقة شكرا لكم شكرا لكم هذه الطاقة إذا عرفنا استغلالها إذا عرفنا كيف نتعامل معها إذا عرف إذا فهمناهم خطس هم عندهم أمورهم إذا فهمناهم والله نشقوا به والله نهدموا من الجبل ولكن إذا حملناهم إذا ما فهمناهم إذا دخلنا في صراع صراع الأجيال إحنا نعرف أنا عمري ما نقول أنا نعرف خير منهم هم حاجاتي عرفها أنا لا أعرفها ونسمع لهم ونحن نتخطى بعض العقابات لأنه هناك تطوير أو تكوين الطفل كما تفضلت الأستاذة مشكورة حتى العشرين سنة واحد عشرين سنة وأنتم أوجهوا لكم هذا الكلام أنتم ما زلت شخصيا تحكم كتملت لذلك لا يوجد روطار لكن هناك طور لك تكمل شخصيا تحكم أستاذ أمين أمين مرزوق اليوم جتنا ماذا بنا كولي أمر كأب تكلمنا سواء إما أنك عشت عشت وين ولو بصفة صغيرة عشت هاد السهزاء أو الصخرية أو مع أولادك ولا شفته ولا شفته ولا كيف أشرك متخوف يا هل تار تفكر في هاد الأمر أسكو تخاف أسكو أوليدك تسقسيه أسكو العشيات تسقسيه تقول يا أوليدك أسكو 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 هاد ستن رفلكس اللي الأولياء يديروها مع أولادهم لأحبنا توضحنا هاد الصورة هذه بسم الله أحمن رحم في البداية نشكره قناة شورق تيفي ونشكرك الأخي يزيد على الحصة الهدفة التي تقدمها للأطفال والذي ستساعد أولياء تلاميذ الحمد لله ونشكر شكرا كبير الأستاذ الكريم الذي رأى معنا وكذلك الأستاذ الكريم الذي رأى معنا أستاذ ما تسبق قلت لك سرقنا الأدواء أنا تقالي رح نشاركك الغيرة شفتي رح نغير نتالي لا 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 ونشكرك ذلك الحض اللي رمع أنا هنا في الفلاس لا 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 في الحقيقة الأخي يزيد هذا موضوع تعلق السخرية هذا موضوع موضوع يقيس بزافة الأطفال تاوي عنه نحكي لك أنا قصة صارت لي مع البنت التاعي عندي طفلة تاوي تقرأ تقرأ اسم تحضيري ما عندها كان واحد تلميذ يقرأ معها زاميلها كي تجي هي للدار كي تجي دايما توجر ودخل للدار عشية بدأ نقصر ما تبدأ تحكيلي تقول لي هذك طفل جسر والو مقطاع ودو مسكين هذك طفل فاقر الوالي هذك مسكين بابا ما يخدمش مسكين بلاده هكذا هكذا نفهمها الاتصال الاتصال بيني وبين بنتي وبين الأمتها دايما نوع عيوان نحكيولها لها لسيتياشون تاهاد الطفل مسكين كيف باش جال هنا كيفاش هكذا وبليمشي وبليمشي هو اللي يحبي يكون هكذا الله غالب أوضع هي أنا من هذا المنبر نوجهه على كل حال دحية كل الشعب السوري الشقيق وربي يخفف عليهم إن شاء الله وربي إن شاء الله ترجع سوريا وردها كما كانت إن شاء الله هما أخواتنا على كل حال ولكن يعني مش شرط أن يكون أجنبي ولا هي هدل الفينومان هدت على الأطفال الفقراء لذا أنا نحب المئذر نحب المئذر في القسم بزاف الناس يقولك المئذر وكذا المئذر يسطر المئذر والله كي الناس عندهم كرامة عندهم المئذر يسطر هذا الشيء الملح اللي تخدمت عن النقطة هذه بلك هذا أول الاستهزاء وكامل هو بلك الشكل هو الشكل بلك الإنسان الفقير هو في نفسه بلك تكون عنده عقدة عقدة أنه موجودة بسكيمال ولك المئذر يوحد اللباس جميل لا ولا وجود المئذر إزالة الفوارق النظرة إلى الفوارق الاجتماعية أنا أنا في المدرسان لا يجب أن تكون الفوارق الاجتماعية لا غني ولا فقير إذن ولهذا المئذر بارك الله وفيك هو دائما يسطر لهذا الوضع وسي أمين وبنتك كيف تقبلت هذا الوضع هذا كيف رجعت في الحقيقة سيجي تكلمنا عليه بزافة نقول والوالدة تحت دائما عشية نقصر معها نحكي ولا الوضعية اللي خلت هذه الناس هكذا مساكن تقالوا صدقني الأخي زيد يومين مورا مور من اللي حكيت هذه القصة راحت صباح تقرأ جيل 12 تفطر بش تعود العشية جيت عشية لقيت الخزانة تحفرغة حكمت حويجها قاد دعتهم العدد طفل الخزانة تحاكم مشاء الله مشاء الله مشاء الله مشاء الله جميل 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 مشاء الله الفطرة عندي الإنسان يعني الإنسان يولد كريم يولد كريم يعني الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله قلت لك الأخي يا زيد الخزانة كامل داتا قلت لها لازل قاتل انت قلت لي ما عندو سديت لهم أنا شره لي سما هاد باش نقضي على هاد الفينومان هدايا لازم توجور يكون اتصال بين طيف الوالدين تاو خاتش الوالدين هما لازم وعيوه جميل باش نحود فوارق باش هاد السخرية نقضي عليها كامل الله يخليك الله يخليك وستدى ما دا بيا نختمو معاك اذا كان فيهنا صحيح الحلول الحلول هذا كو احنا رأنا هنا على جل الأولياء يقدروا كارا مكمل يسنوا شافوا تشخيص شافوا أننا هادروا كلام جميل مكمل اما يقولوا وقتاش يعطيونا الحلول كاش نديروا معاها هاد قبل ما نلخص كل شي نعاود نقول كما كل مرة أنه الكلام تعلق الأستاذ أمين والأستاذ الفاضة الأستاذ نوردين كانت فيه الحلول وكانت فيه كذلك قبل ما نروحوا للحلول الانعكاسات السلبية الخطيرة اللي رح تكون على صفتين هامتين في بناء الشخصية وهي تقدير الذات كيفاش أنا نقيم ذاتي وكيفاش نكون أنا نقيم ذاتي ونحترم نروحي باش نكبر ونطور وتقدير الذات هذا داره يقدر يظهرنا يعني في هارم مصلو ليقدر تجوزه أمام المشاهدين في الحلقة إن شاء الله لبان تحقيق الذات وتقدير الذات من بين الحاجات النفسية والحاجات الاجتماعية العليا اللي تكون اللي رهي لفوق في الهارم باش نبنو بها شخصيتنا إذن هذا الطفل الضحية لازم نعاود كما قال الأول لبريمير كلي أو المفتاح الأول اللي رح نروح له هو بالحوار فتح نوافذ وقناوات الحوار لازم ندخل في العالم بتاع الطفل تاعي ما نخليش كاين حاجز يعني مش نقول هو كبيرة هو كبيرة ما بين ما بين يانا وما بين طفل هذا الوسيلة الأولى هي أني ندخل في العالم تاعه نفهم نفهم اللغة تاعه باش نقدر نعاونه نقول مثلا في استرداد الثقة أمين لا بالنسبة لي اليوميات تاعه وش ركت جوز في هذا النهار وش كاين وش شفت يوميا نعمل هذا البريفينج معه ونبدأ نشوف وش كاين إذن باش نصحح بعض الأمور ونعدلها نقوم ما هو معوج إذن بالنسبة للثقة في النفس كاين عدة طرق لتعزيز الثقة في النفس وهي مثلا نركز على الجوانب الإيجابية لفتطفل إذا كان مثلا بعض المظاهر الخارجية ماشي مليحة كاين عدة مظاهر داخلية لمليحة كما قامت الطفلة بكل براءة إنها هذا الحب وهذا الكارم والحنان اللي في قلبها راح تمدد كل شي للزميل اللي شافته ولاجئ حرب ومسكين إذن هذه من جهة كاين مشكل آخر اللي هو ينقاس في الشخصية وهو يصب الإحباط لإنسان والإحباط كما نظرية روزنزفيق وهو من الأخصائيين الفسانيين الألماني هو روزنزفيق هذا في نصف القرن الماضي العشرين القرن العشرين تكلم على نظرية الإحباط وكيفش وكيفش هي تكون كيفش تكون قاعدة للعدوان الإنسان عندما يصب الإحباط رح يكون عنده ثلاث ردود فعل يقدر يكون عدوانية مخففة أو عدوانية عادية يقود يتخبط كما يقولون ناس بخير يبقى وصين أن العدوانية هي ميكانيزم أو تقنية جهزنا بها ربي سبحانه وتعالى لكي نتكيف مع المحيط ولكي بش نحام على رواحنا لكن يجب أن توجه وترشد بيش تمشي في طريق الطبيعي كين العدوانية موجهة نحو الذات إلى درجة الانتحار يقدر هذا الإنسان يهوى ضحية متكررة لهذه السخرية وهذا التخويف وهذا يصب بخوف وقلق وإمطيراب يقدر إلى درجة الانتحار وما نعرفه حتى لأخر لحظة أطفال في مجتمعات غربية أطفال في سن البريمار يعني الابتدائية بعيد شر أقبلوا على الانتحار لكن للأسف ما نعرفوش الحكاية غير عندما نفاجأ بالمصيبة غير في الآخر بش نعرفو الحكاية نبدأوا مع التحقيقات القضائية وهكذا نبدأوا نجبدوا الخيط باللي كانوا جماعة يهددوا فيه ودائما بصرين الوراس وهكذا إذن أو الشكل الثالث والخاطر كذلك من عدوانية وهي العدوانية الموجهة نحو الخارج نحو الآخرين بمجرد أن هذا الطفل بمجرد أنه هذا الطفل يمتلك قوة عضلية يكبر شوية يبدأ يدرب مباشرة حتى اللي هدرب معاه يتمسخر معاه برك يدرب يدرب يرجع ما يتقبل إطلاقا أنه نقجم معاه ولا نتمسخر معاه ولا يرجع غيجيد يرجع كاري كما نقول ما يحب تفاعل مع الآخرين يرجع شخصية ضد اجتماعية يعني إحنا شفنا هذه المضاعفات اللي يقدروا يكونوا إذن بالنسبة للحلول الأول شيء وهو الاتصال الدائم مع الأطفال والدخول في عالمهم وخلق حوار حوار يومي مع الطفل هذا يعني على فكرة أو بالمناسبة نحكي لكم قصة صغيرة للأطفال وكي يحبوني كما الأستاذ نوردين إذن كان يما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان كين واحد الحاكيم إنسان متعقل وحاكيم لكن كان عنده مشكل في المظهر المشكل هذا هو أنه شعره ما عنده شعر يعني فرتاس ما عنده شعر فكان يضطر مسكين أنه يلبس شعر مستعر تعزمان يتشوفون شعر مستعر إذن في مرة من المرات هو وأصدقاء وخرجوا في رحلة خرجوا هكذا يدوروا في رحلة صيد ورحلة قنص ولبس عليهم إذن راهم زهيين ويمشوا ويفرحوا حتى غصن تشجرة تبدلوا الشعر المستعر هو طابص كي يجيب الأفلاج أو القوس والسهم كي يطابص هذا الغصن تبدلوا الشعر المستعر فمباشرة كي شافوا هذو الجماعة اللي راهم معه الرد الفعل الأول بدوا يضحكوا بدوا قاعد يضحكوا إذن وش رح يدير في هذا في هذا الموقف في عوض ليقعد هو محشم ويقعد خايف إذن كمل نحا قاعد اكش على المستعر وبدأ يضحك معهم فرجعت ضحكة مليحة يعني مريحة وكأنها نكتة مريحة وعرفوا أنه ما جرحوه يعني في الصميم بتاعه إذن هذا يبين أنه نتكلم على الطفل الساخر اللي هو الفاعل كملت واقل بنتنا كملت شاطرة زيدي يكملي بنتي زيدي يكملي وين اشترتك إذن في هذه الحالة وعليش حكيت هذه القصة أنه الطفل اللي راه يسخر دائما سينوردينا ويقول لك على الطفل الفاعل الطفل الفاعل وينتظر ينتظر أنه يغضب الطفل آخر اللي راه يسخر منه أنه يغضب ويبكي ويروح يعيط إذن بش هو يدي شهرة لو كان نحب بس الوقاع هذا ردود الأفعال ونضحك معه نضحك معه ونشارك حبي تضحك خلي نضحك معك عادي إذن إن شاء الله تكونوا استفدتم معنا من هذه الحلقة تعل الاستهزاء والسخرية الانتميداسيون إن شاء الله إن شاء الله بربي تردوا باركم يا أولياء على هذه اللقطة مهمة مهمة جدا بشخصه وكذلك تعالجوا وتحولوا كيفاش تدخلوا في الوقت اللازم إذن نبقوا معنا وانتظرونا في حلقة جاية تعولدنا تحتجنا احنا من حق ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو نجد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلد نحب الجري في كل مكان حق الرعب يزيد لفرح وكذا إلاج بالمجار حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم حب حمام لا محبور ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان